موسيقى وعلى الفور بدأ فريق العمل جلسات عمل مشترقة انتهت بانشاء وتطوير موقع الجامعة بشكله الجديد يقدم موقع جامعة طنطا الجديد العديد من المزايا ويعرض المزيد من الخدمات التفاعلية فمن خلال الصفحة الرئيسية للموقع تظهر القائمة الأساسية التي تعرض الروابط السريعة وعن الجامعة وإدارة الجامعة والخدمات الطلابية وخدمات أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى كليات الجامعة المختلفة والمراكز والوحدات وأخيرا قائمة للجامعات المناظرة يأتي بعد ذلك عرضا لأهم وأحدث أخبار الجامعة ومؤتمراتها والقرارات الجديدة بها مدعمة جميعا بالصور تظهر بعد ذلك القائمة الجانبية للموقع التي تعرض أهم وأبرز المواقع التي تقدم الخدمات مثل موقع التربية العسكرية الذي يستطيع الطالب من خلاله التقدم للدورات المختلفة وأيضا الحصول على النتيجة وطباعة إخلاء الطرف هذا بالإضافة إلى موقع المستشفى التعليم العالمي الذي يقدم العديد من الخدمات للمرضى والأطباء والعملين بها أما الأحداث المستقبلية فجامعة الطنطة تحرص دائما على عقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات العلمية مثل مؤتمر قمة الصحة الإفريقية التي يعقد في يناير المقبل ومؤتمر الهندسة الإنجائية الثالث والمؤتمر الدولي الخامس للبحث العلمي اللذان يعقدان في مارس المقبل أخبار الجامعة يعرض هذا الجزء الأخبار والأحداث والفاعليات الخاصة بالجامعة مدعمة بالثور ويتم تحديثه بشكل يومي ويظهر إلى جانبه فيديو الجامعة الذي يعرض تاريخ إنشائها قسم موقع الجامعة الخدمات الإلكترونية التفاعلية إلى خدمات خاصة بالطلاب في مرحلة البكالريوس وخدمات خاصة بطلاب الدراسات العليا وأخيرا خدمات استادة أعضاء هيئة التدريس في الجزء التالي من الموقع تظهر المراكز والوحدات الأكثر تفاعلية مثل مركز ضمان الجودة ومركز التعليم الإلكتروني ودار الضيافة وغيرها من المراكز يقدم الموقع أيضا أهم إحصائيات الجامعة كعدد البرامج الدراسية التي تدرس بداخل الكليات ويبلغ عدتها 468 برنامجا دراسيا وعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة المختلفة البالغ عدتهم 5955 عضوا وغيرها من الإحصائيات الهامة ولأهمية قوة تأثير الصورة يتيح موقع الجامعة ألبومات صور مقسمة إلى ألبومات خاصة باللقاءات والفاعليات وألبومات خاصة بمؤتمرات الجامعة وأيضا حفلات التخرج بكليات الجامعة المختلفة الروابط الهامة التي تسهل الدخول على مواقع يحتاجها زائر الموقع مثل موقع بنك المعرفة المصري والمجلس الأعلى للجامعات وموقع تحميل البرامج المجانية من شركة مايكروسوفت وحرصا من إدارة موقع الجامعة على تعظيم الاستفادة من جميع الأوراق والمقترحات يستطيع جميع زائر الموقع التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمكتب السيد رئيس الجامعة والسادة نواب الجامعة بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع مشروع البوابة الإلكترونية ولمزيد من التواصل تظهر لينكات صفحات الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي على جانب الموقع مثل الصفحة الرسمية لموقع جامعة طنطة على الفيسبوك وأيضا تويتر بالإضافة إلى التشانل الرسمية للجامعة على اليوتيوب وجميع سور الجامعة تظهر على صفحتها على انستجرام انتهى العرض السريع لموقع الجامعة الجديد وانتظروا الجزء الثاني من سلسلة الفيديوهات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس